المبعوث الاممي الى اليمن هانز جروندبيرغ اكد في احاضته الدورية امام مجلس الامن الدولية ان مشاوراته مع اضراف الصراع الدامي في اليمن لا تتوقف عند مسألة الهدنة بل تضع مخترحات للتفاوض حول تسوية اكثر شمولا مشيرا الى تصعيد المقلق في اعمال العنف حسب تعبيره والتي ادت الى سقوط ضحايا مدنيين مراقبون اشاروا الى ان المشاورات التي تجري وراء الكواليس منذ نهاية الهدنة الانسانية مطلع اكتوبر الماضية تبحث عن وقف دائم لاطلاق النار يبدأ من تفاهمات امنية لوقف الحرب خارج الحدود وانهاء عمليات تحالف دعم الشرعية ثم تنتقل الى الداخل في مسار من المفاوضات تحققه هدنة انسانية اطول زمنا ويبدو حسب هؤلاء ان المرحلة الاولى في طريقها الى الصياغة النهائية المندوب الامريكي في مجلس الامن اكد ان لحل عسكرية للازمة اليمنية داعيا الحوثيين الى الانخراض في العملية التفاوضية مع الحكومة المعترف بها دوليا وكذلك تتباع الثعوات ومطالب بقية اعضاء المجلس الذين واجهوا الاسرار الحوثية على العمليات الارهابية ضد المدنيين والمنشآت بالادانة والتأكيد على حتمية الحل السياسي للازمة اليمنية الاوضاع المستمرة من الهدنة المنتهية تؤكد ان التفاهمات قائمة ليس على مستوى التعقيدات الداخلية في اليمن فحسب بل وعلى مستوى التجاذبات الاقليمية والدولية وبما يتضمن شمول الملف النووي الايراني وبعيدا عن الظاهر من تعقيدات المناورة الحوثية بملف المرتبات فان المشاورات التي اشار اليها كروندبيرغ حسب مراقبين تتضمن تشكيل الادارة الاتحادية التي توسع دائرة مجلس القيادة الرئاسية بمشاركة الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران لذلك تشدد الميليشيا بمطلب المرتبات الذي يعني في المحاصلة الختامية ميزانية الادارة الذاتية لمراطق سيطرتها المسلحة